من جانبه وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عشور بسرعة رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة الزاقزيق لاستقبال الحالات المصابة وتقديم كامل الرعاية الصحية لهم كما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن الوزيرة مايا مرسي تتابع حادث تصادم قطاري الشرقية والذي أصفر عن عدد من الإصابات ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية بسرعة توجه لجنة الإغاثة بالمديرية والهلال الأحمر لموقع الحادث لتقديم أوجه الدعم اللازم كما وجهت بتقديم أوجه الدعم اللازمة للمصابين